طبعا ما فيش شك إنه الأخبار المسيطرة على المشهد دلوقتي هي أخبار قطاع غزة وتطورات اللي بتحصل في رفح الفلسطينية وكمان الجهود الكبيرة اللي بتقوم بيها مصر اللي وصول إلى هدنة شاملة هدفها هو حقن دماء أشقائنا في فلسطين مبارح كانت المحادثات متواصلة في القاهرة وأكد مصدر الرفيع المستوى على إنه فيه توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية وإن مصر أكدت لجميع الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمصار التفاوضي مصر ما فيش شك بتقوم بدور كبير جدا ومهم فيه مصار المفاوضات لاحتواء الوضع في غزة والدفع نحو الاتفاق إلى تهدئة وعلى تهدئة تحقن دماء الأبرياء خصوصا إنه قوات الاحتلال مازالت مستمرة في عضوانها على الفلسطينيين كان فيه غراض طبعا إسرائيلية على المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية استهدفت حي الجنينة وحي السلام ومنطقة تل زارع مازالت طبعا العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية هي عضوان وجريمة إبادة جماعية مازالت مستمرة وهي استهتار بحيات أكتر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني خصوصا مع قطع المساعدات عنهم وده بيتنافق مع كل القوانين والأعراف الدولية خصوصا إنه لسه برضو قوات الاحتلال بتستهدف المستشفيات وفي عدد كبير من المستشفيات خرجت بالفعل من الخدمة زي مستشفى النجار في رفح الفلسطينية وده بالتأكيد بيضاعف من حجم معاناة المدنيين عشان كده المجتمع الدولي عليه دور مهم جدا في الضغط على دولة الاحتلال لأن توقف هذه المجازر اللي بترتكبها ضد المدنيين في غزة وأن يكون في مرونة في مسار التفاوض للوصول سريعا لتوافق على هدنة شاملة في القطاع تحقن دماء أشقائنا في فلسطين مرة تانية بنصبح لحضراتك وأهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر